وكثير من الأمراض التي صارت في الناس وهم لا يعرفونها من قبل سببها المعاصي سببها الذنوب التي يعملها العباد وكثير من الأمراض عرفوا هذا التي تقع بالناس سببها الإصابة بالعين يكونوا هؤلاء الثانيين يقولوا ما شبه شيء فجأة وقعوا طلعت حرارته نقولهم لأحبابنا إذا ابن كن حلو هتحطوا صوره يصيروا بيعرضوا صور مرسوطين فيه فسألنا شيخنا رحمه الله هل تحصل الإصابة بالعين بالنظر إلى صورة الشخص قد تحصل فلاشو تعرضوا صوره ولا تفعلوا هذا لا تعرضوا أولادكم لنظر الناس بلا فائدة هل تحصل الإصابة بالعين إلا النظر إلى صورة الشخص قال قد تحصل قال يعني جائز أنه تحصل الإصابة بالعين من نظر إلى صورة الشخص قد تحصل الإصابة بالعين